اخيرا خبر حلو للمصريين وخلاص جلوقتي علشان تسافر كندا وكمان تاخد جنسيتها لان الحكومة الكندية اعلنت عن برنامج جديد للمهاجرين علشان تساهل عليهم الحصول على الجنسية الكندية فيطر ايه شروط البرنامج ده وليه عاوزة نصف مليون شاب وايه فرصتك في الهجرة الكندا خلال السنين الاخيرة كندا بقت واحدة من اهم الدول اللي شباب كتير عاوزة تهاجر ليها بسبب المرتبات العالية وتعليمها الكويس وكمان خدمتها وفي ناس كتيرة بتاخدها محطة علشان في الاخر تهاجر لامريكا والجديد بقى ان حكومة كندا بتجهز دلوقتي لبرنامج جديد هتنفزه الفترة اللي جاية والهدف منه تقنيل وضع المهاجرين على ارضها اللي بقى لهم سنين عايشين من غير ورد باسمين زي العمال المؤقتين والطلاب الدوليين اللي دخلوا البلد بتأشياء القانونية بس مدتها انتهت وفضلوا في البلد وعددهم من توليين لستمائة ألف وواحد وعلشان كده البرنامج الجديد هيسهل ليهم الحصول على الإقامة الدايمة ومن بعدها الجنسية الكندية والمفاجأة بقى ان تسهيلات الهجرة لكندا مش بس للي هاجروا فعلا ده كمان للي لسه بيفكر خصوصا ان الكندا بتعاني من نقص العمالة في مجالات كتير بسبب عدد السكان الأليل وعلشان كده عندهم خطة لاستقبال حوالي نص مليون مهاجر كل سنة لغاية عشرين ستة وعشرين وعلنت عن برامج مختلفة للهجرة وكل برنامج بيكون لي ورق وشروط معينة علشان يناسب كل الفئات وبالأرقام كندا محتاجة ربعمية خمسة وتمانين ألف مهاجر في عام عشرين أربعة وعشرين وخمسمائة ألفة في عام عشرين خمسة وعشرين ونفس العدد في عشرين ستة وعشرين ومن أشهر وأسرع البرامج اللي تقدر تسافر كندا عن طريقها هو برنامج اسمه الدخول السريع وده مخصص للعمالة المهاجرة اللي عندهم خبرة عملية كويسة والمفاجأة بقى إن التقديم عن طريق الإنترنت وبتدخل على موقع الحكومة الكندية وتختار نظام الدخول السريع علشان تسجل طلب وبيكون محتاج منك معلومات عن المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة والمهارات ومستوى اللغة الإنجليزية والفرنسية أو واحدة منهم واخد بالك أنت بتنتحن في الإنجليزي والفرنساوي وبتقدم كل الشهادات اللي تثبت مؤهلاتك علشان الحكومة هناك بتقيمها والهجرة هناك بنظام النقاط يعني كل ما يبقى عندك مميزات أكتر نقطك هتزيد وفرستك في الهجرة هتبقى أكبر خصوصا لو عرفت تجيب ترشيح من مقاطعة معينة إنهم محتاجين تخصصك وده صعب شوية لكن مش مستحيل خصوصا لو عندك استعداد تروح المقاطعات النائية واللي بيكون جواها التلج شويتين وفقد كله كندا بتدرس إصدار نوع جديد من التأشيرات هيكون مخصص للناس اللي بتشتغل أونلاين في شركات أجنبية يعني مثلا لو انت عايش في مصر بس شغال أونلاين لشركة فرنسا ساعتها كندا هتفتح أبوابها ليك لأنها بتدور على الناس الشطرة اللي تقدر تلاقي وظيفة في أي مكان بالعالم وخصوصا في الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والحكومة هناك فكرت في الفكرة دي بعد الظروف الصحية اللي حصلت في العالم كله سنة 2020 وأكبرت شركات كتير إنها تشغل الموظفين أونلاين وبقى فيه شركات كاملة أيمة على النظام ده أما بقى لو هنتكلم عن المرتبطات في كندا فحسب موقع سالري إكس بلور الأجنبي متواصل في نواتب في كندا حوالي 120 ألف دولار في السنة وسعر الدولار الكنادي في الأسواق الموازية 39 جنيه يعني في السنة حوالي 4.180 ألف جنيه بس طبعا فيه ضرائب وخدمات بتدفع تمنها أنت بقى فكرت قبل كده تهاجر وهل ممكن تغامر؟